من برنامج صوت جديد الصيفية صارت عآخر والعام الدراسي الجديد صار عالبواب وطلاب المدارس والجامعات عندهم تساؤلات كتيرة ما إلى جواب بذل وباء كورونا كيف بدنا نرجع عصفوف ويمكن بعض المدارس أو الجامعات مش مجهزة لكل التدابير الوقائية كيف بدنا نروح مدارسنا وجامعاتنا وما في بنزين والتكلفة النقل صارت كتير غالية وحتى لو درسنا بالبيت كيف بدنا نواكب لصفوف أونلاين والمطار عمي أنن والكهرباء ما عم نشوفها يعني فعلا هموم الطلاب هالسنة أكبر منهم كيف إذن رح يكون العام الدراسي المقبل بين العودة الحضورية لصفوف واستمرار وباء كورونا وهل باتت العودة إلى مقاعد المدارس ظاهرة غريبة عن اللبنانيين وكيف رح يتأثر الأهل كما المدارس بالأزمة الاقتصادية اللي عم يمر في البلد وهل ممكن اللجوء مرة جديدة للتعلم عن بعض؟ هالأسئلة كلها رح نتراوح ونتحاور فيها بحلقتنا اليوم من برنامج صوت جديد اللي عم طل عليها علينا اللي عم طل فيها عليكم أسبوعياً كل نهار جمعة بعد موجهز الأربع وربع عبر إزاعة صوت لبنان 100.5 وأيضاً عبر فيسبوك لايف عبر صفحة الإزاعة Voice of Lebanon 100.5 وعبر موقع الإزاعة منذ ما ننسى أنه هالبرنامج هو بالتعاون مع منظمة يونسكو ببيروت معكم حبيب عقيقي وأنا ريت تعبدو أما ضيف حلقتنا فهو استزل معلومتي بمدرسة المولا السالعين وإنس عادة إلى جبرايل أهلا وسهلا فيك معنا اليوم أهلا وسهلا فيك مساء الخير ويعطيكم العافية وأنا بدي أشكر يونسكو وإزاعة صوت لبنان الأشرفية لإصدافتكم لإليه لأنه هذا موضوع كتير مهم حديث الناس وحديث الشارع علم أكيد وأيضاً البداية هي مع قصة اليوم قصة الطالبة ماريا قصة اليوم ماريا طالبة جامعة منا عارفة لحد هلأ كيف رح تكون سنتها دراسية تانية بعد قصة سنتها الأولى أونلاين من البيت أنا تاني سنتي كومبيوتر ساينس من لبنانية مش عارفة كيف بدأ أرجع للجامعة صراحة مع كل هالتوتر عم بيصير بالبلد ونحنا صون حنفوت وبعد الجامعة مش عم بتبت قرارات كيف بدنا نتعلم أونلاين ولا حضورة والمشكلة بالحالتين لأنه أونلاين ما في كهرباء ما فينا نتعلم أونلاين وحضورة مشكلة أكبر لأنه ما في بنزين نوصل والتاكسي صارت إجرته كتير عالية بلس جماعة بعيدة شي ساعة عن بيت عقبات كتيرة رح تواجه الطلاب هالسنة طبعاً بالبداية فيروس كورونا وأكيد أزمة الكهرباء اللي بتعيق التعلم عن بعد ولكن كمان أزمة البنزين وغلى التنقل مش هيني أبداً للطلاب اللي بيتهم بعيد عن جامعتهم ومن هون بنسأل شو الحل ولنعرف شو رأي طلاب المدارس والجامعات بالعودة على الدراسة رح نتابع سواهل تقرير من أعداد زميلنا كريم كوكب بالنسبة لأي تتميزي بصف العاشر أكيد أفضل أن نروح للمدرسة غير ما أن ننظرنا قديم بالبعد أو أونلين سوص أنه هاي السنة بتكون ثالث سنة إلنا أونلين وما فينا كمان ننظرنا أونلين بسبب الكهرباء والإنترنت تلدائك للبنان فأكيد أفضل نروح للمدرسة بس حتى نروح للمدرسة لازم يتأمنوا يريد كل طالب في لبنان إلو حق فيها مثل الكهرباء، بنزين، تدفئة، مزود أنا برأيي أنه ما يفتح المدارس لأنه أول شيء ما فيه بنزين وتاني شيء الوباء ممكن يرجع يتجدد من أول وجديد والصراحة ما بدنا نحن نخاطر كتلميز أنه نروح للمدارس فأنا بفضل أنه ما يفتحه أغير بس ينحال كل شيء وننزل الدولار ويزبط قدع البلد وساعتها يكون أفضل جاولة أننا نروح للمدرسة نتعلم برواء أنا تلميزة باك، كثير حابة أنه نجح نفوت على المدارس ونشتغل متل قبل بس المشكلة أنه ما فيه بنزين وقرونة كثيرة عم بتزيد حالاتها وحتى إذا ما نشتغل أونلاين وما رح تجي القهرباء أو يدوروا الاشتراك فكمانا ما فينا نشتغل أونلاين ولنغوص أكتر بموضوع دخول الطلاب على العام الدراسي الجديد معنا بالستوديو أستاذ المعلوماتية بمدرسة المولة السالعين سعادة إلي جبرايل أهلا وسهلا فيك مانا، أستاذ ألي بحب بلش معك بالسؤال الأول برأيك هل خيار وزارة التربية أنه يكون التعلم هالسنة حضورة خيار صحيح مع استمرار وباء كورونا إضافة للأزمات الثانية اللي عم نعيشها وأكيد أولى البنزين شو رأيك؟ أول شغلة فيه شي بالحياة نقول فيه السيء والأسوأ أولادنا ضاعوا، أولادنا ونحن كهيئة تعليمية ضعنا كأهل لأنه هيئة تعليمية المدارسية مدرسة أهل طلاب نحن سيكل كلنا ضايعين والحق مش علينا، الحق فيه كسل بالدولة بقلوليك حق عالدولة، أوكي الحق عالدولة، لا هالنايب أو هالوزير أو هالحكومة أو هالمسؤولين عنده نكسل بينطروا لتوقع الكارثة يبلشوا يعاجوا، ونحن بقلب هالموجة اللي ما عم نعرف كيف عم تخدنا وتجيبنا الحال ممنوع بقى ولا ولد يبقى بالبيت لأنه أولادنا ضاعوا، ضاعوا، بقى بقى فيه تركيز ما عم ياخد المكتسبات العلمية ويتفعل مع رفقاته بالصف تأخد المعلومات الصح، هيدا بتمشي الأونلاين لتلميذ الكبير طالب جامعة عم يشتري الأوكي بيقدر يستوعب بس تلميذ عمره خمس سنين حضاني أو كومبليمونتار أو بريمار، هيدا ولا ممكن، ولا ممكن يقدر يستوعب العم بيصير لو بده يقعد معه عشر أسادزة بالبيت بده يتفاعل مع محيطه مع رفقاته، هيدا المشكلة وهي المشكلة المسؤولين عندنا بيقعدوا بصيروا يكبوا الطابق كل واحد عند التاني، وهالولد وهالأهل عم يتخبطوا أنا ماني مسؤولة عن البنزين، ماني مسؤولة عن الوضع الصحي، أنا أستاذ، أنا ويش بيت يكون عامل دوفوري، أنا دوفوري محضر ومحضر بروغرامي، المدرسة محضرة حالها كاللوكال، كمهيئة مهيئة، بس فيه هيدا شغلة الدولة، هيدا كسل عند مع معمم للكل، فيه كسل عند بعض المسؤولين، عندهم كسل قاعدين بالبيت، وأنه أنا عندي تيتر مسؤول بس أنه أنا حاطين لتيتر بلاك أو عسياتي أو هيدا لا تفضل نزالي شتري لك، يجب أن تعمل دوفورك قبل متل ما أنا بعمل، ومتل ما التلميذ عم يعمل دوفوري، بس أنا ضد أنه الأولاد يضلوا بالبيت، لأنه وصلنا لمطرح، الأولاد إذا ضلوا هايك يضاع ما بقى فيه مستقبل، وبدأ يذكرون للمسؤولين أنه نحنا اللي علمناكم، نحنا اللي عم نعلموا أولادكم، هايدي لازم تعرفوها، هايك بيكون الوفا، يا حضرة المسؤولين الكسالة؟ يعني أستاذ، انتلاكاً من صرقتك نحنا نحنا نحن تحدث كمان عنه أنه خلاص. وصلنا إلى مطرح أنه أساس أنه يكون فيه تعليم حضور للتلميذ في قلب المدارس. ولكن نحنا بطلنا بس نحن تحدث عن مشكة الوباء كورونا، نحن 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 تحدث كمان عن مشاكل اقتصادية م simplestDI، بنزين، إن كان غلاء المعيشة و غلاء الارتصية. بالنسبة لك كيف ممكن التلميذي يكون يبدأ سنتوي كافية ويكون يفوت على صفوفه بوقت في كتير قصص منا مقاملته وين دار شو فيها تعمل مدرسة وين دار الأسات زي وكيف ممكن إذا بدك إذا نحن نحن بس عن نطاق التعليمي ومش على دور الدولة بالتدخل بهذه الأزمة كيف يكون دورة تيسي عدود الله سأعطيك مثال بسيط، ليس لأنه أنا أستاذ بمولاس سأعطيك مدرستي، كل مدرسة عندها طرق معي كمدرستي نحن مجاهزين، جاهزين بكل شي، والمدرسة وقفت حدنا، طبقت القانون ستة عربين عم بيطالب فيه نائب المعلمين بعد ولا مدرسة باللبنان طبقته عطتنا ست درجات من أول ما طلع من أربع خمس سنين عطتنا فراش دولار، شهر الماضي عم تعطينا عينيات، كل شهر عم تعطينا شي سنة هلأ هالجمع عطتنا ثلاثين لتر بنزين أما نتلنا عم بتسهل هيدا دعم للأسادز يعني عطتنا دعم، ما أنه يعني ما حالك الدعم القوي بس يعني معنوياً نحنا كأسادزي حسينا مين؟ إذا هيدا جاست، هيدا عطينا بوش قوي مؤسستنا هي، هلأ كل المؤسسة عقد بساطة عم تشتغل بس، والأهل كمان معطرين، الأهل فيه ناس بعد عم تقبض مليون ومليونين، خلاص يعني هودا نعدمه، ما بقى فيه يجي يكمل لابنه، هون بيلعب دور الدولة، فيه المؤسسات عنا، أنا بحكيك نحن المؤسسات عنا كفرار، ما عم بيقل سروا على القسط يعني، أصان برصان، أو شي، مواد التنظيف، عنا نحنا ست بافيونات، عنا ثلاث تلاف تلميذ، مواد تنظيف بدك بنهار ثلاثة مليون، مواد تنظيف، يعني تتعاقم هلأ بوزلوا، باقبات، 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 اجراءات ضرورية، كذا يعني عندها مدرسة استغلاك، يعني، وين الدولة، وين دورة؟ اللي ما بتجي بتعمل برنامج، عم تروح بتدعم مبارف اشياء مقلة، بتروح للتجار، للي ربحوا ما صار كتير، صحتين عالبهم، بس كمان ما هو دي طلاب لازم يربحوا، لازم الدولة تدعم، تتأملن هالجو الحلو، يلي لازم بالحد الأدنى يكون هالتلميذ عنده رواق، عنده استقرار نفسي هو وأهله، تاقدر يوصل على مدرسة، مانه عطلان هم البنزين، مانه عطلان هم انه يمرض بالكورونا، في شي مانه طبيعي يعني، بيتركوا الشغلة، تستوي باللبنان، وبصيروا يكبوا الإخبار، تطلع بيمين بالعالم، أنا في عندي حل، مش حل يعني فكرة، حاجة بقى يروحوا يدينوا من بره، ويعملوا برامج بنك دولي، ما احترامنا لكل المؤسسات الدولية، في عندهم شغلتين، يرجعوا خدمة العالم، بيرجعوا بربوا جيل كله سوا، وتاني شي مادة التربية، أنا اسمني أستاذ تربية، أنا أستاذ معلوماتي، مادة التربية، إذا بتطلع بالكويفيزيون طبعا الكارني، هلا بتتعجبوا الناس، على خمسة، المادة على عامية، يا خيش بور، الدولة تعمل قانونة، شرعوا يا مجلس النواب، يا حضرات المشرعين، شرعوا هاي المادة الأساسية اللي بتهزبنا، وبتهزب أولادنا، وبتهزب شعبنا، وبنربح شعبنا، وبنوفر مشاكل هلا اللي عم نشوفهم، هلقلة الاحترام على الطرقات، لو مادة التربية عملوها كويفيزيون صان، والمات عملوها خمسين من الصان، ومجبور ينجح الواحد بهاي المادة، ساعتها بتخففوا برامج تأهيلية وإعادة تأهيل ومصاريف وصرف دولارات، بتكونوا استثمرتوهم بالتربية، نحنا علمناكم لتوصلوا تعملوا بلد منيح للأسف، ما كنتوا قد الأمانة، مش الكل معم عمام، ما كنتوا قد الأمانة، والوفا حلو، في عندكم جيل بدوا يطلع، نحنا طاردنا لإضطهاد من قبل المسيح، كل جيوش العالم ما رأي تاها البلد، ما راح تقدروا للي بعض المتخازلين يلي عم بيفوتوا، هني ما بعرف إذا بوعيهم أو بغير وعيهم، تيهدموا هاد سيستام التربية اللي عنا، يلي هو منارة الشرق، يلي نحنا، نحنا الأساس بلبنان علمنا الشرق، واللي بدي يقول لا، في وسائق، في تاريخ، نحنا اللي علمنا تحت السنديانة، وتحت الشجرة، بظل الاحتلال العثماني، والاحتلال المماليك، والأشوريين، والفرص، وكل الجيوش اللي ما رأيت، ما فلاينا من بلدنا، وهلأ ما حمفل، وابنا اللي عمره ثلاثة السنين بدي يفوت على البوتيجر، ده راح يتعلم الحرف لو تأخر، بس حيرجع ياخدوا، مرقنا بظروف حرب الخمسة وسبعين، والتسعة وثمانين، والتسعين، وما وقفنا، نحنا ما راح نوقف، بس بدنا هل ندفت، الهمة، وهالكسيلة من بعض المسؤولين، بسميكم كسولين، ما حقول غير كلمة، تفضلوا شتغلوا، ما بدكم تشتغلوا، عادوا ببيوتكم بس ما تحرتقوا، تخلوا غيركم يشتغل، فيه شباب، عنا شباب عمرت أمريكا، فيه نواب عنا، وفيه رؤسة جمهوريات بالعالم، وفيه وزراء، وفيه أصحاب مصانع، نحنا عملنا الأسالزة، عملنا العجيب، عملنا العجيب ببلاد العالم، بلدنا، اللي انتو عملتو فينا لما بينعمل بحي الله بلد بالعالم، عملتو فينا لما بينعمل، استاذ إلي بظل هالعقبات، يمكن مثل حضرتك اعطيت مثل عن مدرستك، انه يمكن فيه دعم معين للأسالزة، فيه إجراءات راح تتاخد كرمال الطلاب، كرمال الإجراءات اللي بقائية، بس بدأ اسألك، من جهة تانية، مدارس تانية، طلاب تانيين، هل فينا نقول انه العام الدراسي هالسنة بخطر؟ اللي كي بدأ إليك ستريتا، دايما، دايما، مرقنا نحنا بحروب كتير، أنا من اللي عملت سنة بسنتين بوقت الحرب، يعني مثل هلا، بس كان في حرب، كنا نروح للمدرسة، وما كنا نروح نقود بالملجة، وما كان في كهرباء، ما كان في إنترنت، كمان، كمان نحنا كأهل، كأهلي، بنا نمرق، هلا بيمرق على كل واحد شي صعب، ساقة بيطاع، أيامنا إجه الصعب، بنا نتحمل بعضنا، رأتي كمتل أنا اليوم إم حكيتني وبتقربني، عم تقولي مدرسة أولادة رعبة لغية الأتوكارات، إنه مش قادرة تتحمل ما في مزود في بنزين، ما في بنزين، صحيح. قلت له أنت بتتفقوا مع بعض أنتوا مسلا بالحي أو بالهدا، يوم أنت خدي أولادك، أولاد الجيران، يوم كذا، يعني بيطلع لك نهار بالأسبوع، معلها بدنا نحمل بعضنا، قال أنا خايفة من الكورونا ومن أولاد غيري، وكذا، يا عمي ما وديت أولادكم كولونية بالصيفية، أولادكم عم تخدون على البحر، أولادكم يعني ما حدا إلا ما ظهر أولاده، طبيعيا، واختلط بالعالم بمناسبات، معلها خلينا نتحمل إذا الدولة منا مسؤولة كمان إحنا منكون غير مسؤولين، بدوا تلاقي أحد أولادنا، بدنا منقطع عنا شهر شهرين، ما بعرف إديها الأزمة، بدنا نلاقي بالتي هي أحسن، ما بيقولوا، ما نتعاون كإدارة، كأهل، كأسادزة، ما نتعاون، ما نتحمل بعضنا، نحنا بمدرستنا عملنا إشانس دو ليفر، يعني لما عنده كتب، صحيح، تبادل كتب، نعم، تبادل كتب، يعني صاروا الأهل يبدلوا ببعضهم، يلي بدوا، الفكرة كتير مهمة، مصاري، فكرة الطبقة بيعدت، وحتى كتب، حتى قوستوم، يلي عنده كوستوم، زرع أولاده بعده جديد في بدل، يعني كل هذي قصص بتصير يعني بيوقفوا حد بعضهم مجتمعيا، هذي اللي بدأت تصير، هلأ نحنا بمرحلة حرب بروسيا وقتا معركة ستالينجراد، النسوان والأولاد والشباب كانوا يروحوا الماماهم الرصاص يوقفوا بوجه الألمان، ويموتوا، صاروا يمشوا عجتة بعضهم، انتما يفوتوا يستحلونهم مدينتهم، ربحوا المعركة، نحنا عنا معركة هلأ ضد الوباء، وضد هالمشكلة الاقتصادية، نحنا بحرب هلأ بس مش بأزيفة، حرب الكتاب والألم، منخلي أولادنا بالعلم، يعني برأيك انه بالتعاون بيقدروا ينقذوا هالعام الدراسة، بلتي هي أحسن؟ نقدر بالتعاون، يمكن ما ناخد مية بالمية، ما ناخد خمسين واربعين بالمية، أفضل من ولا شيء، أولادنا إذا قاعدوا بالبيت هذي خربة عالكل، باحد بدوا يقولي، طيب أنا شو بيضمن إذا ابني ملأة كورونا، طيب ما أنا أحسن من ابنك، وأبني أحسن من ابنك، أنا ابني عم ودي مثل ابنك، أنا أخدت احتياطاتي، وأبني أعطيته الاحتياطات اللازمة من مطعم، من ماسك، من تعييم، من كذا، هونيك، اللي بدوا يسير، بدوا يسير، هلأ اللي خايف كتير أكتر منيك، هلأ في ناس بروي يكتب لي ما بنقسم، مثلا مثل قبل 15 تلميذ، جروبات يسيروا، هايدي بترجع، إذا طولت القصة، بترجع لإدارة كل مدرسة، هي بتاخده القرار، بتشوف الوضع، حسب عدد التلميذ، حسب عدد الصفوف، هاي دي ملاي، معهم حق الأهل بهالموضوع، وفي ميلي ما معهم يعني، فيك تقول معهم حق، فيك تقول كمان، لأ عم بيتخنوها، وعم بيتخنوها المدارس، لأ عم بيتخنوها الأساتزة، لأ الدولة، يعني كلنا مترابطين ببعضنا وفيتين ببعضنا، هيدا للأسف وصلونا عليه من دون أي دراسة، هيدا بلدنا نحنا، أنا ساعمر 54 سنة وحد تكون شباب أصغر مني، ليس لما تبدأ بجهورها، وهذا ما نعمل، وشو ننشأ، أستاذ إرين، نحن كنا نحكي عن الطلاب، وكنت أنت تقول كيف أن التعاون هو أساس، إن كان بين الأهل مع الطلاب، أو الأهل بين بعض، أو الأهل والأساتزة، أو الأساتزة والطلاب، يعني كل السيك اللي يكون عم بيساعد بعض، ولكن هلأ بنا نجرب، نركز شواء على الأساتزة، لأنه نعرف إنه من سنين لوراء، الأساتزة كان عندهم مطالب، وبعضهم يطالبون فيها لها، إن كان من مدارس خاصة، أو أساتزة مدارس خاصة، أو أساتزة مدارس رسمية، بالنسبة لك، كيف تشوف أنت استمرار عمل الأساتزة والدكاترة، إن كان بالجامعات أو المدارس، خصوصاً بهك وضع، خصوصاً إنه أكيد، ثلاثة أرباع المطالب، وبعضهم يطالبون فيها، لا أستطيع أن تأمنتهم، يعني نحن نعرف، وأرقام تقول أن هذا أساتزة بكثير مدارس، لن نقول كل المدارس، ولكن معظمها، يمكن ما أبضوا، يمكن المدارس، لا أستطيع أن تأمنتهم، ومعيشاتهم، ولكن كانوا عم بيعطوا من وقتهم، كرمال هالطلاق، نعم، بالنسبة لموضوع الأساتزة، هذه قصة طويلة من زمان، أنا فتع كدر التعليمي، صار لأربع عشر سنة، وبعدني بسمها، ذات القصة، ذات المطالب، ذات المطالب، لا أعرف لماذا، هناك حرب على الأساتز، أنه الأساتز شو عم يخد من درب هالمجتمع، بالأكس الأساتز عم يعطي، عم يعطي، بقولوا الأساتز شو عباله عم يقعد صيفية بالبيت، ما حدا بيعرف أن الأساتز لمن عم بيروح عصفه، تاني يوم عم بيكون صغران، قد ست ساعات عم يعطيهم بالمدرسة، قد ست ساعات، والتحضير، والتحضير بد يكون كتير دقيق، والتحضير الأصعب لمن كان أونلاين، لأنه مع أنه عم بيشوف التلميذ، وفي أهله قاعدين، أي كلمة كانت تصير، أو أي غلطة، يعني مش غلطة، كان يصير مشاكل كتير، يععدوا يطنطنوا التليفونات الأهل، ولو هيك الأساتز، يعني كتير دقيق شغله كتير دقيق، مثل ميزان جوه هرجي، كتير دقيق، وممنوع الغلط مع الأساتز، يعني يغلط بدرسه، وبتحضير درسه، هايدي كتير بتاخد منه جهد، بس بيتطلعوا أنه سبتوا أحد ما بيشتغل، بفرق سعيد الميلاد، بفرق سعيد الكبير، وشهر فرصة أو شهرين، وبيعلموا، بيربحونا، بيعلونا أنتوا عم بتعلموا ولاتكن ببلاش، يا عمي، أنا عطوني معاش محترم، أنا مستعد أدفع مثل كل هالأهل، ماني أنا أحلى منهم، بس أنا أعطيك مثل أنا عني، أنا اسم إلي جبرايل، أنا 24 سنة، مع ست درجات ومشكورة مدرستنا، عطتنا هني، سالاردو باستا بقولي مليونين وخمسمائة، قرشلي هني على الـ على الخمسة عشر ألف هلأ، ما بيطلع مئة وخمسين دولار، أنا أستاذ، عندي بنتي بالجامعة اليسوعية، وعندي أولاد اتنان، أولادي ما بتدفع لهم، عندي بنتي بالجامعة اليسوعية، بتدفع لها تسادي السنة طب، قلت لي بابا بدي فلع أمريكا، ابني الزير قال لي ما بدي بععد بالبيت، بدي روح على المدرسة، أنا بحكيك أنا كأستاذ، ومنتبه لوني كتير كيف الأهل، يلي منهم بالدمان التعليم، بيشترلو تركين أولادهم، في شي منهم، منهم مزبوط، الأسات زي عندهم مطالب، بتروح على مستشفى، بيقلك بكتحط ديبوزيت عشرين مليون، وعن مع أنه إخ بيخدوا منا صندوق تعادد، أساس، كل شهر، أنا بيدفع أربعمائة، خمسمائة ألف من معاشة من الباز طبعي، يعني بكتشيد من المليون وخمسمائة، بيقلي مليون ومليونين، طيب، أنا ليش بيدوح أدفع بعد هلأ عشرين مليون، بيقول لك غلية الأسيرانس، طيب أنا أوكي، أمجبور أدفع، طيب ما أعطينها معاشة، تقدر أدفع، هلأ عم نصلي باز، ما نجرب، ما نسخن، لك ما واحد يجي رح أصبعهم، بقى يعني، كيف طب هالأساس بديو يتفضل، طيعة إنتاج، مثل المزارع بديو ينتبه على شجرته، طيعة إنتاج حلو، مثل هذا الأساس بديو ينتبه، يظل يطلع على معلومات جديدة، ويحضر طيعة إنتاج، ومعلومات مظبوطة، ويبرع بدرسه، هيدا بكتعطيه تفكير رائع، هيدا مش تحضير بس لمنتج معين، هيدا تحضير لأجياء، لأجياء، للأسف، نازين خبيط فينا، خبيط فينا، خبيط فينا، كثيرا جامعة، وإن كان أساة زيت مدرسة، وإن كان، هي لأكادر تعليمي، نازين خبيط فينا، هلأ بتروح على الكراج، سوري ما أحترامي لك، أي مؤسسة بتروح عليها، بقلك، حقها دولار، حقها عشر دولار، وبقرش لك على الدولار السوء، وأنا طيب، ماشي الحال، ما هي إرشاء نظبوبون، بوقت بدو يخلصوا، شو بدي أعمل؟ أنا وغيري. من هالمنطرق استاذئلي، بيظل الوضع اللي عم نعيشه، أكيد لحظنا أنه، بأكترية القطاعات صار فيه هجرة، يعني عم نحكي هجرة الطاقم الطبّة، هجرة الشباب، بموضوع التعليم، والقطاع التعليمي، قدام موضوع الهجرة، عم يطال الأسادة، في هالفترة، في كتير مدارس، تفاجأوا، هلأ بأول جمعة من أيلول، وأنا مسؤول عن كلامي، بيدقوا الأهل، بيقولوا له نحنا لغينا أولادنا، بدنا إفادة، ليش عم يطلعنا نحنا أبرس، سجلنا أولادنا بمدرسة، لأنه انت بعين لليسيات، بالليسيات، وعم يدفعوا الأهل، لأنه عالساس مدارس صغيرة، ما في مطارقة، عم يدفعوا تريبل القصد، تريبل، فواتروة، تا يفوتوا أولادهم، هاي عم بحكيكي كتلميذ، كطلاب جامعي تحدث ولا حرج، يعني ما في تلميذ جامعة، أو تلميذ سجوند، وطلوع بالمدرسة، بقال لي، أنا، ما بدي بقى هون، عم يفردوا الأمل، وكأسادزة، في كتير أسادزة، طلعوا لبرا عدول الخليج، عدول أوروبية، لقوا عندهم المجال إنه يظهروا، لقوا في إنه بقدوا عيشوا عيشة كريمة، طلع بدوا عيشة كريمة، تا يقدر ينتج، عم نخسر نحن الإدرة، الناس اللي عندها الكدرات التعليمية، طاقات، صحيح، وعم بصير مجتمعنا خيالة، من هالطاقات، من أصحاب الفكر، من أصحاب الفكر، من أصحاب الاختصاص، هاي دي مشكلة هلا، ما راح نحصد هلا بعد، فترة راح نحصد كتير كتير غالي، راح نحس فيها أكتر، يا مسؤولين، عملوا معروف، أيها الكسالة اللي بعض منكم، إذا بتريدو، إذا بتريدو، إذا أنتو حبين تكونوا كسلانين، متما كنتو بالمدرسة وطلعتو، لأنه البابي والمامي بيعرفوا واسطة وطلعتو، مش مشكلة، صحتين على قلبكم وصلتو، ونحنا بنقلكم مبروك، ما عنا مشكلة، بس بلس خلوا مجال لغيركم، نحنا بنا نعلم أولادنا، نحنا ما نعلم أولادنا، تكون أعلى كويفيسيون، خدمة العالم بيتهزب هالشباب، وبيعفوا بلدهم، وبينتقلوا بين بعضهم، مروش في هالمشاكل، بتخف حدية، يعني أستاذ إلي، نحنا نتشكرك على المعلومات، على أمل أكيد أنه الأيام اللي جاية تكون أحسن، وأنه قطاع التعليم، مثل ما قلت، يضل هو عمود أساس باللبنان، لأنه هو يمكن أحد الأعمال اللي نحنا بعضنا صندين عليه، أستاذ المعلوماتية بمدرسة المولى الصالعين سعادة، إلي جبرايل، نتشكرك مرتين، مراتين، كيف بتم تهيئة الطلاب نفسياً للدخول إلى العام الدراسي الجديد، سنعرف سوابه التقرير لزميلنا كريم كوكب. بيطل عام دراسي جديد على لبنان بعد حسم وزير التربية بعودة التعليم الحضوري لمختلف المراحل التعليمية، بظل أزمات اقتصادية خانقة على مختلف الأصعدة، وما أثرت سلباً على الأطفال وصحة النفسية، وبهذا الإطار، توجهنا بحديث مع الأخصائية والمعالج النفسية المختصة بالطفل ريهام مونزر، لنسألها عن تأثير الوضع المعيشي على صحة الأطفال النفسية. الوضع المعيشي والاقتصادي اللي عم نعيشه، عم يكون له كتير تأثير كبير وسلبي علينا كلنا، وبالأخص على الأهل لأنه عنده نسئولية كتير كبيرة، لأنه الولاد بس يخلقوا ما بتخلق عندهم حاجة أو الرغبة ليكون في عندهم كتير تياب أو كتير ألعاب، أو يتخذوا على بلاي أريا صغالين، لا بالعكس إذا حطينا لهم أنينة ماء فاضة مع شوية بحث بقلبها، بيتسلوا فيها أكتر من أغلى لعبة عندهم إيها. التوتر والقلق اللي عم بيكون عند الأهل نتيجة الوضع الاقتصادي هو اللي عم بيخلق مشاكل عند الولاد. لما الأم والبي يكونوا مترين وهذا شيء جداً طبيعي أكيد من وراء الوضع الاقتصادي، هذا الشي عم بيخليهم يعملوا ردة فعل عكسية بمحلات معينة وأوقات معينة على الولاد، وبالتالي الولاد عم بيرجعوا يعملوا ردة فعل كمان. وأيضاً سألنا ريهام عن بعض الخطوات لتهيئة الطلاب للعودة الأمنة إلى المدارس. الولاد بحاجة أنه يتم تحضيرهم من خلال أنه نحن نحكي معهم عن الأشياء اللي رح تصير بالفترة الآدمة. الروتين كيف رح يتغير، شو الأشياء اللي رح تضل مثل ما هي، كيف القوانين بالبيت رح تكون، بالويكند شو رح نعمل، ونحكي نحن وياهن بالتفصيل الممل عن الأشياء اللي هن بيحبوا يعملوها خلال الأسبوع. منحط الـ expectations أو التوقعات طبعنا، ومنحكي نحن وياهن بجلسة عائلة كرميل نحط خطة أو استراتيجية للأسبوع كيف بدو يكون، كرميل يكون الكل راضي والكل مبسوط والكل عم بيحصل على اللي بدوياه. تاني شغلة كتير أساسية ومهمة إنه نحن نحضر logistically شو الأشياء اللي بدأت نعمل خلال الأسبوع. يعني نساعد الولاد يحضروا شنتتهم قبل بليلة من ما يروحوا على المدرسة كل ليلة، تيبون يكونوا حاضرين قبل بنهار، كرميل الصبح ما يصير فيه مشكل على اللبس، تحضير الترويقة قبل بوقت، ينحكي عن اللونش بوكسز قبل بوقت، ينحط منا آخر الأسبوع يعني نهار أحد شو رح يصير فيه ترويقة غدا عشخي للأسبوع الجاية، شو النشاطات اللي رح تنعمل أي نهار وكيف، كرميل الولاد يكونوا عارفين كيف رح يكون أسبوعاً اللي جاية. آخر نقطة بدأ أذكره وبالنسبة لأيلي الأهم، نحن بحاجة إنه نوقف تقديس العلم والمدرسة، لأنه في كتير أهل عم يكون في عندهم التندنسي إنه هن يتوتروا ويوتروا ولادهم ويوتروا كل البيت، بس إذا الولد مخلص درسه لتاني نهار، فعم يكون في أفضلية للدرس عن صحة الولاد النفسية والعقلية، أو صحة الولاد النفسية والعقلية هي الأهم. تبعوا هيد الخطوات بحياتكم اليومية للحفاظ على صحة نفسية جيدة بالعودة للمدرسة. موسيقى مواة، موسيقى كيف تبه كنت؟ موسيقى السماحات بحراء التربية التي تصدر أن نعرض كاتل في المدرسة حضوراً، فهو موسيقى عنا فهو عقل المدرسة وموسيقى وكذلك لا. فراح نشوف هلأ بعض التعليق. يلا. ابدأ مع جولي شهين يلي طرحت بعض التساؤلات يلي الكل بسأله. بتقول وزير التربية اللي بني عايش بعالم غير اللي عايشينه. حضرتك من صيدة ما عم تنزل عالارض. ما عم تشوف الوضع الاقتصادي للناس. اسعار القرطسية. اه مواصلات المدارس. التياب. عم تجي عندك الكهرباء. يعني هوضي التساؤلات يلي دايما نحنا من وجههم بحياتنا اليومية. بالمقابل كمان استغربت بولا يلي بتقول بموضوع اعلان انه العام الدراسي سيكون حضريا. حقيقة مش مفهوم شو بده العالم. انا بعرف عشرات العيال رابطة فكرة الهجرة بقصة المدارس. وبتقول انه ما رح تفتح المدارس رح انه هاجر. انه هيدا الرابط يلي بيعملوا انه ما عم بستفيدوا كتير هون بموضوع. فبيكون الخيار دغري. فبيكون الخيار الهجرة. مننتقل لحسن نعيم كمان يلي شفنا كتير لقى تعليقات سخرية يمكن على هالموضوع. متل السورية اللي انتشرت الشجرة. اللي عاديين تحت شجرة سندين وعم يدرسو. تحت شجرة سندين. ايام زمان. لخطة الوزير كمان هيدا من بعض التعليق. وبختم مع زينا برجاوي اللي هي مع ارار الوزير انه نرجع على المدرسة. فبتقول بالتويت انا مستعدة ام للمعلمات بنزين. وبجلي عنه نجليات بسيخته اللي بناد عالمدرسة. فهو دي كانوا التعريق. منشوف انه ضج كدير مواقع التواصل بهذا الموضوع. وصعبة يعني. هلأ فوتي عالمدرسة بكل يا كريم ازا ما لتقع حال مناسب رح تضل هذا الموضوع. اكيد. حديث الساعة لحديث ما نلاقي. رح تختلف الاراء علي كمان. مسل ما شفنا هلأ بالتويتس. اكيد. تانكيو لك يا كريم. تانكيو كريم. حقيقة او لا. انهيت الامارات استعدادة لاطلاء اعمال معرض اكسبو دوباي الفان وعشرين. يلي بدأ مطلع تشرين الاول الفان وواحدة وعشرين حتى نهاية ادهر الفان واثنان وعشرين. وعن بتم حاليا وضع اللمسات الاخيرة على موقع استضافة المعرض العالمي. مع بقاء اقل من خمسة وثلاثين يوم حتى يفتح المعرض العالمي ابوابه. اذ رح تشارك ايضا مية وتانا وتسعين دولة بيعماله. فيما متوقع مشاركة اكتر من خمسة وعشرين مليون سائح. ورح نقدم لكون اهم خمس ميزات لمعرض اكسبو دوباي الفان وعشرين. اكتر من مية روبو تم تصنيعه بالصين. رح ترحب بالزوار ورح تقدم الطعام وتساعد بالتوجهات وتلطئة الصور. وتم بناء محطة مترو اكسبو الفان وعشرين بتصميم جناح الطائرة لنقل الركاب الى مدخل المعرض العالمي. وهيضا المحطة الاخيرة على طريق دوباي الجديد الفان وعشرين. ويمكن انه تستوعب تسا وعشرين الف شخص بالصيعة خلال ساعات الانهار والعجقة. ايضا ستستضيف بطولة العالم للشطرنج باكسبو الفان وعشرين بتشرين الثاني الادم. وايضا سيشمل الجناح الاسباني عربي فائقة السرعة من صنع شركة زيلاروس. وسط المركبة بتنموز الماضي الى الامارات. واخيرا سيحصل كل مسافر الى دوباي خلال معرض اكسبو الفان وعشرين بين اول تشرين الاول الفان وواحدة وثلاثين ادار الفان واثنان وعشرين على بطاعة دخول مجانية الى اكسبو دوباي الفان وعشرين. خلينا نفيدك. هاي امانية. هاي ريتا. شو راح نخبرنا اليوم. اليوم من بعد ما مرأ فترة طويلة على انتشار وباء كورونا الحجر تعليم عن بعد صارت الرجع عالمدرسة عادة صعبة على الاهل وعالطلاب بس رغم هالشي لازم بمطرح من المطارح. نذكر اهمية الرجع على المدرسة بمعزن عن الازمات اللي عم نقطع فيها كالبنانية. وهلأ رح احكي لكم ليه نحن لازم نرجع على على المدارس. لفترة طويلة كان الاختصاصيين عم يحكوا عن الخطر الاجتماعي اللي عم بيصير بسبب الحجر. وانو الولاد ما عم يتعاطوا مع بعض. وصار في خوف من الاخر بشكل عام. فلحتى نرجع شوي اكتر للحياة لازم ترجع شوي الامور تاخد مجراها. خاصة هلأ بعد ما بلش التسجيل للقاح الاطفال. وهالشي كتير ايجابي. يعني اليوم اي طفول صار بيتسجل بياخد اللقاح. بياخد كل المعايير اللي لازم يتبعها للوقاية من وباء كورونا. وبيمشي الحال. تاني شي ما بدنا ننسى الاهمية الكبيرة للمدرسة ببناء شخصية التلميذ او الطفل. تحمل المسئولية والاستقلال شوي عن اهله تيكون صدقات وغيرها لا يقدر يكون شخص مسئول بيها الحياة. صحيح. هلأ من ناحية تانية كلنا بنعرف قديل زروف صعبة. وقدي الولد بحس باهله بحس بتعبهم بالمسئوليات. لهيك الاهل اللي اندوري كتير كبير بهالاستقبال للعام الدراسي. اكيد ما في شك. بالبداية نحنا لازم نرجع للمنقاشات العائلية. لازم نجتمع. نعمل نقاشات مفتوحة. نحكي عن القصص المخاوف. شو الشي اللي انت حابب انك ترجع المدرسة. ليه حابب. شو اللي مخوفك من الرجع عالمدرسة. شو صار معك اليوم. كيف عم بتحضر اغراضك. شو عبالك نعمل. كل هايدي التفاصيل. لازم كمان نذكرهم بكيفية صبر الوقاية من وباء كورونا. انهم يلبسوا الكمامة. حطوا الفيس شيلد. يلتزموا بالتباعد وما يشاركوا اغراضهم مع بعضهم. واذا اضطروا انهم يتشاركوا اغراضهم. انهم يعقموا قبل وبعد لحتى مية تنتقل العدوى. واكيد من المهم نرجع ننظمهم وقتهم. لانه هني بفترة طويلة مرقوا بفترة تخبط. انه انا عم بتعلم من البيت وقت اللي بدي بثيء وقت اللي بدي بدرس. صحيح. صحيح. خربت كل شيء. مية بالمية. هلأ يمكن تكون راجعة مدمجة. هلأ الحضورية بس ما ما منعرف بعدين كيف ممكن تصير القرارات. فنحضروا نفسيا من هلأ انه يمكن يصير فيه شوية تبديلات. الشيء اللي بدي الفت النظر لقلو انه ظروف الاهل هلأ عن جد صعبة. ان كان من البنزين. النقل. فيه اهل اضطروا انهم يشيلوا اولادهم من المدرسة. فيه اهل نقلوا اولادهم على مدرسة اقرب لبيتهم. فيه اهل من مدرسة خاصة لمدرسة رسمية. فكلها الازمات والتنقلات والتوتر يلي عم بيعيشوا الطلاب ما رح يستمروا لاخر العمر. بس فترة التفولة وذكرياتها بتنطبع لاخر العمر. فخلينا نساعد هالطلاب ليكون مستقبلهم احلى. وختاما بدي اذكر بمبادر التارانيا كنعان علمي علمك. اللي هي مستعدة تساعد الطلاب من وينما كانوا من خلال اعطاءهم دروس بمادة الرياضيات بشكل مجاني. اللي بيحب يتواصل معها. اونلاين. ايه. اونلاين. اونلاين على صفحتها على فيسبوك اسم المبادرة علمي علمك. علمي علمك. اوك. بجرد ما يكتبوها بيتطلع قدامهم. وهيدا كان كل شي حب شارككم معكم بهيدا الحلقة. واذا حدا بيحب يعرف اكتر عن اي موضوع بيقدر كمان يكتب لنا بخانة التعليقات ونحن مستعدين ان نفتش ونفيدهم. شكرا اماني. شكرا اماني. طي ضل في امل. اعلنت الجامعية اللبنانية للمبتكرين وجامعة العيلة المقدس البترون ببيان مشترك عن فوز لبنان بست ميداليات ذهبية وست شهادات ماستر اف انوفيشن وشهادة امتياز اكسلنس ان انوفيشن اند ليدرشيب بمعرض نظمته جامعية المخترعين المغربيين وف اي اي دي برئاسة المهندس المخترع مجيد بول عزاوي. واشار البيان ان هيدا الفوز اجا ليعطي امل وحافظ للطلاب والمخترعين بلبنان. وتحقق الفوز من خلال جهود بذلتها الجامعية اللبنانية للمبتكرين برئاسة الاستاذة نور عيد لطوف وجامعة العائلة المقدسة البترون يو اس اف. ممثلة بعميدة كلية التربية الاخت امانيال الحج وباشراف استاذ مادة الروباتيكس بالجامعة الاستاذ موسى سويدان والمهندسان محمد اسماعيل وآدم رالف نجم وفريق من الاخصائيين في الجامعية. وكانت النتائج بختام المعرض بناء على تقييم نجنة تحكيم دولية على الشكل التالي. ميدلتان دهبيتان للطالبات يا اسحاء وفانيسا صليبة من جامعة العائلة المقدسة عن مشروعون كيكي كاتربيلر. يعني عن جد عطول نحنا صح من كون يمكن عم نطرح اوقات مواضيع من كون عم نحكي عن مشاكل بس كتير من شدد انه نحن نخلص عطول حلقتنا بطريقة ايجابية نحن نفكر بالمستقبل نحلم ونخطط وهذا الشيء اللي بيخلينا نستمر لانه اذا ما في احلام ما في اهداف ما في تخطيط حتى لو في ازمات صعبة ما في معنى للحياة. وهو اصلا لازم نارف عطول انه ولا ممكن الحياة تقطع بالأزمات. والأزمات هي اللي بتخلينا نطحش بعض لقدام لانه اذا كنا عايشين عطول على الرائق رح نمل. صح. وهيك مستمعينا ومشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من صوت جديد. منذكركم انه فيكم نتابعوا كل حلقاتنا ومواضيعنا المتنوعة عبر صفحة الازاعة على فيسبوك Voice of Lebanon 100.5. او عبر وابسايت الازاعة vdl.me. كمان فيكم تتابعوا وتحضروا اعادة حلقتنا كل نهار احد بعد موجاز الاربع وربع. الشكر اكيد للمخرسة مو مصورة منظمة اليونسكو ببيروت الراعي للبرنامج. خليكم عطول عم بتتابعونا كل اسبوع لانا نقلكم اهم المواضيع بصورة جديدة وصوت جديد من هلا الوقتة بنشوفكم باي باي. ترجمة نانسي قنقر